اشتركوا في القناة دوبلين الادبية في سنة 2004 على هذا الكتاب وهذا الكتاب يصنف من ادب السجون وقد كتب بالفرنسية وهذا ينبئك بقوة ودقة مترجمه بسام حجار الذي قد يجعلك تظن ان الكتاب اولف بالعربية اصلا وتقريبا جميع كتب سجن تازم مارت قد كتبت بالفرنسية ومن ثم ترجمت الى العربية ككتاب محمد الرايس من السخيرات الى تازم مارت تذكرة ذهاب واياب الى الجحيم وقد ترجمه عبد الحميد جماهيري وكتاب تزم مات الزنزان رقم عشرة لأحمد المرزوقي وقام المؤلف نفسه بترجمته الى العربية في وقت لاحق ونشر ضمن مطبوعات المركز الثقافي العربي وقد كتب على غلاف الكتاب رواية وقد جرت العادة هذه الايام بتسمية بعض الكتب الادبية في السير الذاتية داخل السجون برواية رغم ان الرواية فيما اصطلح البعض على تعريفها هي القصة القائمة على الاحداث الخيالية للواقعية الحقيقية فربما استخدام مصطلح الرواية قد يكون لأسباب تجارية لا واقعية والكتاب لا يصلح لأن يكون مدخلا لقضية تزمامارت بل يصلح لأن يكون ملحقا لأن المؤلف لم يكن معنيا بشرح احداث انقلاب الصخيرات في عشر يوليو 1971 بل تكلم عن الاحداث وكأن القارئ لديه خلفية عن هذا الحدث وكذلك المؤلف هنا لم يكن كتابه توثيقي معني في المقام الاول بذكر كل شاردة وواردة مثل كتاب احمد المرزوقي بل كان كتابا ادبيا يتكلم عن احداث تأريخية فيمزج هذا مع ذاك فلم يذكر كل الاحداث ولا كل التفاصيل فالتأملات الادبية البلاغية اخذت حيزا قد تزعج القارئ الذي يقرأ بنفس المؤرخ وتكمن اهمية هذا الكتاب فيما ارى انه الكتاب العربي الوحيد الذي يتكلم عن احداث العنبر باء الاشد بؤسا واما كتاب المرزوقي والريس فهي عن احداث العنبر الف فتكاد تكون الشهادة الحية الوحيدة لما حصل في هذا العنبر باختصار الكتاب يتحدث عن معتقل تازم مارت الذي انشئ على خلفية انقلاب فاشل ضد ملك المغرب في منتصف السبعينات من قبل افراد ودباط مدرسة اهرمومو العسكرية الذين دخلوا على القصر الملكي والملك يحتفل بعيد ميلاده الثاني والاربعين وكان لديه ضيوف من اعيان البلاد وديبلوماسيين وكبار رجال الاعمال وبعض المشاهير فبدأ اطلاق النار من اجل اغتيال الملك وعلى اثر ذلك قتل الكثير من هؤلاء المدعوين واستطاع الملك في نهاية المطاف ان ينجو بنفسه وان يقلب الطاولة على الانقلابيين وان يفشل انقلابهم فادى هذا في نهاية المطاف الى محاكمات عسكرية ادت الى اعدام رؤوس الانقلاب وسجن الضباط والجنود الذي كان اكثرهم لا يعلم بشأن الانقلاب وانما اخبروا بان هنالك مناورة عسكرية وهذا ما جعل البعض يرمي سلاحه عندما رأى المجزرة تحصل بل ادعى بعضهم مثل المرزوقي انه انقذ ولي العهد انذاك والذي اصبح ملكا فيما بعد محمد السادس ولكن اثر ذلك الفوضى تعذر فضل المشاركين في اطلاق النار عن الذين امتنعوا عن ذلك فاخذ الكل بجريرة البعض فارد الملك ان يجعل منهم عبرة فانشأ لهم سجنا صحراويا في شرق المغرب ثم وضعهم فيه وكانت الاوامر من الملك هي قتلهم ببطء شديد وجعلهم يعانون اشد المعاناة فاختفى ذكرهم عن الناس واصبح من المحرمات الكلام عنهم في اول الامر وبدأوا يتساقطون الواحدة والاخر الى ان انتهت محنتهم في مطلع التسعينيات امتاز هذا المعتقل بالظلمة وعدم دخول النور اليه لذلك عنوان المؤلف اسم الكتاب بالعتمة فكانوا لا يرون النور الا بعد وفاة احد السجناء فيضطر الحراس لاخراجهم من العنبر من اجل الدفن ولكن توقف الحراس فيما بعد عن اخراجهم للدفن فانقطع النور تماما عنهم كان الطعام خبز يابس وماء وشاي او قهوة التي كان يقول المؤلف عنها انها من الممكن ان تكون بولا هذا الطعام مع امتداد الوقت اصبح اداة قتل بطيئة فادت هذه الظروف بالاضافة الى نشوء الامراض نشوءا طبيعيا بسبب الوضع لا صحي بالاضافة الى الحالة النفسية نظرا للظروف التي وضعوا فيها الى جنون بعضهم ووفاته او وفاته مباشرة لذلك تساقطوا تدريجيا من اتنان وعشرين معتقلا في العنبر باء الى اربعة ناجين فقط الكتاب موضوعي الى حد كبير بمعنى انه ذكر الكثير من الامور التي قد لا ينبغي ذكرها والتي فيها ايدانة حقيقية لنفسه مثلا كتسببه في وفاة احد المعتقلين مثلا وكذلك طرق موت السجناء والتي كان الكثير منها مخزن الى حد كبير وكذلك الكلام عن والده فكان سقف المؤلف عاليا وبدى وكأنه لا شيء يمكن التحفظ عليه اما مواضيع الكتاب الرئيسية فقد تمثلت بعرض نمط الحياة في السجن قرابة العشرون سنة كيف يقضون وقتهم اثر الطعام والشراب عليهم من ماتوا كيف ماتوا شخصيات المعتقلين كيف كانوا قبل المعتقل ودورهم في المعتقل وكيف استطاع الراوي استغلال وقته وما هي الامور التي فعلها والتي مدت من عمره ولم يهلك مع الهالكين مثلا تكلم عن شخصية سجين معهم اسمه عشار ومثل هذه الشخصيات هي التي تجعل السجن سجنين والهم همين هي الشخصية الحقودة التي لا تراعي ظروف المعتقل ولا ظروف المعتقلين فتبدأ بإثارة الفتن وتسعير الخلافات والحنق على أي شخص لأي شخص إيجابي يحصل له ولو كان هذا الشيء تافها هذه الشخصية وإن كانت لئيمة إلا أنها أضفت نوعا من الفكاهة على السرد وتكلم عن نمط حياة جنود مدرسة آهرمومو العسكرية والتي يظهر من خلالها نوع التنشئة الفاسدة التي ينشئون العسكر عليها والتي تخلو من أي مظهر من مظاهر الدين إلا ما كان ذاتيا فلم يكن هؤلاء الجنود من مرتادي المساجد بل كانوا من مرتادي بيوت الدعارة وكانوا لا يعرفون شيئا عن الدين بل كان بعضهم يشتم الدين وبعض هؤلاء الجنود لم يحفظ الفاتحة إلا في المعتقل ويا ليته حفظها بسرعة بل يقول المؤلف أنه حفظها بعد أشهر من المحاولات وتكلم المؤلف عن الجنون الذي أصبح يصيب المعتقلين وهم ليسوا قلة بالمناسبة وبدأ يضع فلسفة تُعنى بمقاومة الجنون في المعتقل وهي عدم الاتكاء على غريزة البقاء من أجل النجاة بل بالتخلي عن أي تعلق بالخارج يؤدي إلى تقطع المعتقل تدريجيا لحتفه وشوقا تؤذيان في النهاية إلى إصابته بالإحباط وخيبة الأمل والتي هي القنطارة إلى الجنون ثم الموت بعدها فهو يقول أنا قد نسيت نفسي واستطعت أن أتجاوز ذكرياتي فلم تبقى تلك الذكريات تعذبني في كل حين إلى أن تقضي علي من الداخل وفي هذه الحالة كما نرى أن الرغبة الجامحة في الخروج وعدم التكيف مع هذا الواقع الجديد أدت إلى نفاذ صبر الكثيرين مما أدى إلى دطراب عقولهم وجنونهم ووفاتهم في النهاية كذلك أظهر المؤلف أن الإنسان حتى لو جرد من الأدوات التي يحتاجها للمعرفة فإن بطول التأمل والتجربة في ظروف بدائية قد تجعله يصل إلى بعض هذه المعارف التي يحتاجها وبما أن الحاجة أم الإختراع أو كما قال المؤلف فقد اعتبرت نفسي كمن أعيد إلى عصر الكهوف فينبغي عليه أن يعاود اختراع كل شيء بأدوات أقل من قليلة فأبسط الأشياء يصنع منها أمور مهمة فكانت القطعة الحديدية الموجودة في طرف عاص المكنسة هي أداة الحلاقة لهم فقد انتزعوها من المكنسة وجعلوها مسطحة وسنوها بواسطة حجر خش ثم حلقوا ذقونهم بها وأما التأمل الذي جعلهم يعرفون أحوال الخارج فهو استقرار عصفور بقرب عنبارهم ثم لاحظوا تغريداته إن كانت على نسق معين فهي تعني أن هذا الشيء قد حصل فأصبحوا يعرفون موعد تبديل المناوبة وأحوال التقس كل هذا بعد تأملات شهور في نسق تغريدة العصفور وكذا يعرفون علامات الموت من خلال صوت توعك أحدهم أو صوت أحد الطيور الذي أسموه بالخبل وهذا ذكرني بقصة ابن طفيل حي ابن يقضان والتي عاش فيها الإنسان البدائي في جزيرة نائية من خلال التجارب والتأمل استطاع أن يطوع الكثير من الأشياء البدائية لصالحه وثم تكلم صاحب القصة عن أمر أنا أتفق معه فيه وهو قوله اختلط علي الأمر قتل الملك ولكن لصالح من لكي يستبدل بطغمة عسكرية جينرالات كولونيلات يتقاسمون السلطة وثروة البلاد وبمرور الوقت فكرت مليا لحسن الحظ أننا أخفقنا أو بالأحرى لحسن الحظ أنهم أخفقوا فمن يدري قدر المرارات التي كنا سنتجرعها على يد ديكتاتورية عسكرية أركانها القماندان أو المعاون عطة إني أعرفهم جيدا وأعرف جيدا ما أقول وهذا لا يعني بحال أن النظم الملكية الدكتاتورية نظم مثالية بل فيها من الطغيان والاستبداد والعمالة ما فيها إلا أنها أهون من النظم العسكرية بل البعض أصبح يترحم على النظم الملكية عندما جرب جمهوريات العسكر كما قال أحمد رائف في كتابه البوابة السوداء الصفحة 252 وفي الحقيقة بدأت مأساة الإخوان بضرب يوسف القرش في قصر عبدين حيث كان يقيم الخذيو إسماعيل رحمه الله وطيب ثراه هو وآباؤه وأبناؤه الكرام البررة إذا قارننا طغيانهم بطغيان من جاءوا بعدهم ختاما مثلت أقصوصة تلك العتمة الباهرة أنموذجا لصراع الجبابرة على الحكم ومدى أثاره على الخاسر في هذا الصراع أظهر نموذجا حسيا للإنسان المقاوم بأبسط الأدوات بدائية الموت ومقدماته أظهر كيف أن الإنسان ذلك الظاهرة المعجزة التي لا تقولب في أطر محددة سلفا كما قال الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان وأظهر جزءا ظل مخفيا من تاريخ المغرب السياسي ظل طي الكتمان لفترة طويلة وكان هذا الكتاب من الشهادات القلة القليلة حول ذلك الحدث وإن أصحاب القضية الإسلامية في المغرب وغيرها من أقطار العالم العربي لهم تجارب تقارب بشاعتها ما حصل في تلك العتمة الباهرة وعليهم أن يبثوا قضاياهم ويخترقوا سياج الروايات للوصول إلى أكبر عدد من القراء فالكتب التأريخية لا يقرأها إلا المهتمين بالتأريخ ولكن الروايات التأريخية يقرأها قراء الروايات ومحب التأريخ فأنت تستهدف هنا شريحتين خصوصا أن جيل الشباب اليوم يغلب عليه قراءة الرواية هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين